السلام عليكم اخواتياتي ان شاء الله تكونوا بخير انتم تشوفوا في هذا الفيديو كما تشوفوا جبتكم اليوم فيديو جديد وصفة جديدة لبرقوق تجيل حلوة على طريقتي بمكوين جديد وهنا جبتكم وصفة تسقط الشعر التي كان نصحني بها على الطار هنا في مرسيليا هنا عندي زوج مغارفة حنة ورقية مطحونة ومغارفة وارق السيدر مطحونة نأكد لكم الحنة ورقية ليست على بعض الشعرات لا يشمل حال الشعر هذه لانه فيها مواد كمائية ندير الزوج مغارفة حنة ورقية مطحونة مع مغارفة وارق السيدر نخلطوهم بالماء كما تشوفوا ونديرهم نور مع كما كانوا يديروا جدتنا بكري الحنة في شعورهم وقال لي هذه الوصفة هي مليحة كنت دوم عليها وكانت تديرها غير مرة في الأسبوع لمدة ثلثة شهر ان شاء الله تبدأوا تشوفوا بالشعر كما تساقط كما كان قبل نخلطونا هذه الحنة حتى تحصل على حنة نورمال كما تطلعها في شعري يجب أن تكون قليلا جارية كما أعكزت لها قليلا على الماء ويكون كافي ورق السيدر مليح ينبط الشعر يغزره وإذا كان شعرك خشين يرطبه ويقويه لذلك مليح ورق السيدر والحنة معروفة من بكري جدتنا يديرها مليحة للشعر انا قلتها مرة أولا بارك ما زال ما نعود لزاوجها ان شاء الله سنجربها ونقول لكم إلى جربتها نحن نقوم بتحبس ونكملوش هذه هي وهنا نفوت للطاجين الحلوات انا لدي هنا هذا المكون الجديد الذي ندخل على طاجين الحلوات وهي البوتيرون الكابوية الحمرة فقط ام لا يستمر حلواتها انا لدي هذه الحبة غير صغيرة وأنتمها لصغيرة لنقوم بتحديث فلاق كما ترون نقوم بتحديث نقوم بتحديث صحيحة في الوسط ونجدها ونقوم بتحديث الطاجين ويتم تجربتها بالطاجين طاجين الحلوة رجل على ماء مثلا كما الطاجين العادي وتروني الكابوية الحمرة سوف اخبركم شوية بعض كيف هي الكابوية الحمرة نعرفها في الطعام كيف يديروها مع تاجيل الحلو مع البرقوق جربتها و خشكة الحمراء ستأتي حلوة ثانية فيها هذه السكريات نديرها كونفيتور ثانية نديرها وصفات على كونفيتور لا نعرف إلا في هذه القناة أو في القناة الأولى لا أعلم في القناة الأولى مهم حتى نشارك معكم من وصفات تحت نأتيها لكم القناة الأولى هي حلوة يديرها في الطعام نديرها في الجواز و نديرها ثانية مع البرقوق نديرها حلوة تأتي معهم كيف كيف نديرها هي فلاق فلاق كما ترون هذه الطيبة خفتم من عندكم أي نوع كابوية حمراء تكون حلوة تأتي مع هذه الطاجين حلوة ليس شرط أن تكون نفس الكابوية التي لديها أنا ونقل على هذه الزريعة نديرها ونشكر على المشتركات الجديدة التي دخلوا عندي نقل لكم مرحبا بكم عن ضغطكم ونشكركم على التعليقات ونقل لديها الإجام ومنطقة الشباب كما هي نقل لكم اخواتي ربي خليكم لي إن شاء الله ونقل لكم ربي يهديكم هذا ما نقول لكم أنا سنعلم في بناتنا صغر وخواتي صغر أما أنتم كبارات ما شاء الله لكم تعرفوا كل شيء وهنا ثاني نقل السفرجة التاعي ونقل كل الفلق نقل نقل بالليم مليح ونقلها في الماء لكي يحفظ لي على اللون التاع والبيض وما يكحال كما تفاح يتأكسد بالخوف يكحال ثم سنقل الحبة نقلها بالليم مليح ونقلها في الماء وكيف يتأكسد بالخوف وكيف يتأكسد بالخوف ونقلوا المساجات عبر المسانجر وعبر الإنستغرام يتأكسد مني وصفات اقتصادية ونقلوا مني وصفات اقتصادية لذلك سأتبع طلباتهم ونقل لهم شايبو لذلك هنا لدي طاجين عرايس ونقلت فيهم مغرفة الزبدة ونقلت قليل وربعة أحبات كبابة لكي يقلوا الريحة كما نقولون فوحوا الناس ونقلت في هذه القرفة هنا لدي قليل البصل ونقلت من أحبات صغيرة لديها كبيرة لأحتغل الجهة منها نقطحها كمربعة صغيرة ونقلت مع الدهان والزيت ومع هذه القرفة تطلق الريحة هنا رائعة وهذا التنجر على طريقتي إن شاء الله يعجبكم الشيرات نقلها كما يجب مني على الماء ونتقسمها مع أخواتي إن شاء الله يعجبكم مع هذا المكون الجديد الذي قمت بها وهو الكابوية الحمرة نقل كما هي البصل ونقوم بإختيار زعفران تريد أن تقوم بإختيار يعطينا اللون الأصفر بإختيار زعفران ونقوم بإختيار زعفران ونقوم بإختيار زعفران تستبني محتادل في الدوق تستبني فيه الحلاوة وتستبني فيه الملح على هذه قدرت نص مغرفة صغيرة انتع الملح و هنا عندي ثلاثة عبارة ما في عبارة سكر تكون لديكم العبارة على السكر الذي قمت بإختيار زعفران عبروا به ثلاثة ماء و هنا عندي ثانية وصفة أو أخرى تعبر رقوق تأتيار زعفران و لا يوجد السكر رأي في قناتي على طريقاتي ثانية ويأتي بمقادير مضبوطة ويأتي على مهائل هذا العبار الذي قمت بإختيار الثلاثة نغطيه ونجعله من الجهة أخرى قمت بإختيار القدرة التاعية فور قمت بإختيار الثلاثة فيها طرفات السفن الجرامية و هنا بعد أن نضع الثلاثة تنفخ في المحامي و هناك مجدال البنية والمازهر و هنا بعد أن نضع قد بإختيار المرقعة التاعية ونضع المرصودات لدي كابوية صغيرة نضعها كطيبة قمت بإختيارها الأولى لنضعها ثم لا تقوم بإختيار كابوية من المرصودات الكبار ونضعها ونضعها هنا نرى السفنجل لا تقوم بإختيار ونضعها من الجهة أخرى قمت بإختيار الكابوية كما ترى قمت بإختيار الظبدة نضعها نضعها في المرقعة نضعها ونضعها ونضعها لنضعها بالخاف تغليف المرقة نزيد هذا الزبيب الذي كنت نفقته في المحامي نحرك قليلا و نضيف البلاع و نجعلهم يغلو من جهة اخرى و كنت شللت البرقوق نضيف برقوق و نضيفه في المش و كنت نفخ و نضيفه و نضيفه و نضيفه مفوره يعني البرقوق مفوره يدخل لها الطيب و نضيفه بعد عارض سوف نضيفه يجب ملتقين و نضيف الجميل و نضيفه على طيب و نضيفه و نضيفه و اجعلته مع قولة يضيفه من لحشبه ادعو البرقوق الذي تمنحه إليه اجل اغلقها بقوة سيطفى هنا لابانيا اعجب اكياس لابانيا اجل اغلقه 5 سريع اضع الماء الزهر وفي التالي نضيف لها رشة تسل الحرة هذه هي اختيارة تانية لا تفعلها لا تفعلها ونحركها بالطاجين ونطفي عليه وهذا هو الطاجين على طريقتي بالكابوية الحمراء لا تفرقها او السفرنجر او التفاح معها جيدة مبنى في الطاجين والزبيب وكما تروني تغيب على الجلجل المقلي ونرى الاساس عقدة وشبها شاهدكم في الجنة ان شاء الله يعجبكم الطاجين ونستغربوا في هذا المكون كابوية الحمراء وعندما تجربها تجربها في الطاجين وترد للخبر جيدة جيدة كابوية الحمراء لا تنسوا الى الشجام ومشتركة اشتركة عندي اشتركة عندي كابوية الحمراء وحلوة كالسكر ان شاء الله تعجبكم وصفة عنها اليوم ونقلكم تبقى على خير اشتركوا في فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة